لمواجهة الموجة الجديدة من فايروس كورونا شحنة مستلزمات طبية خاصة بكوفيد 19 دشين توزيعها في مدينة المكلة الشحنة مخصصة لمراكز العزل في حضر موت وعدن والظالع ومعلم اليوم دشين الدفعة من موسة الرحمة حول العالم نشكرهم على دعمهم للقطاع الصحة لمراكز العزل بنزينة وفلوك وبتعد إضافة كبيرة جائحات كبيرة على هذه المحافظة وبالأخص أنها أول حالة في حضر موت وأيضا نحن بحاجة دعم هذه المستلزمات المهمة جدا لحماية الكوادر معالجتها للمرضى الشحنة تحتوي على مستلزمات طبية مخصصة لمراكز العزل بينها وسائل حماية وكمامات وعباءات سيتم توزيعها في المحافظات الأربع توزيع هذه المساعدات جاء بتنسيق مع وزارتي الصحة والتخطيط والتعاون الدولي سيتم توزيع المواد بقيمة 351.000 دولار عبر خطة التوزيع مع وزارة التخطيط ووزارة الصحة على مراكز العزل بأربع محافظات وإن شاء الله هذه أول قوافل للمنظمة رحمة حول العالم وسيليها قوافل على المراكز الصحية سواء المستشفيات أو مراكز العزل اعتبارا من الأسبوع المقبل سيجري توزيع الحصص المتبقية لعدن والضالع ومأرب من هذه المساعدات الآمال هنا في أن تساهم هذه المستزمات في التخفيف من حاجة مراكز العزل لهذه الأصناف التي تقل عاملين فيها من عدوى الفايروس عيد روس الخليفي لقناة الغد المشري ترجمة نانسي قنقر